بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشافيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهل لنا أمورنا وشرح لنا صدورنا وأتمم لنا نورنا واخفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد أيها المشاهدون أيتها المشاهدات أينما كنتم طبتم وطاب مجلسكم والسلام عليكم ورحمة الله ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا من خلال هذا البرنامج الذي نقف وإياكم على إحدى فقراته اليوم إن شاء الله تعالى المتعلقة بالباب الذي كنا قد شرعنا في شرحه والكتاب الذي شرحنا في تبيان أحكامه وهو كتاب النكاح اليوم إن شاء الله تعالى مع باب آخر من تلك الأبواب وعنون له الإمام بقوله باب ما جاء في الوليمة والوليمة هي الطعام الذي يعمل أو يفعل للنكاح أو للزواج إما ليلة الدخول أو عند عقد الزواج أو بعد الدخول لا بأس في ذلك فالأمر فيه سعة والمقصود من هذا هو إعلان والتعبير عن الفرح بنعمة الزواج ونعمة تكوين الأسرة وأيضا ما يحدث فيه من المواساة بين الناس ومين التآلف عندما يدعون على الطعام ويجتمعون فيكون في ذلك تآلف لأرواحهم والتقاء لحل مشكلاتهم ويكون كذلك فيه بركة الدعاء من هؤلاء المدعوين لصاحب العرس بالبركة في الزواج وبالدعاء له بذرية الصالحة وذكر فيه إمامنا ملك رحمه الله تعالى عن شيخه حميد الطويل وحميد الطويل لقب بذلك لطوله وقيل لأنه كان له جار أيضا يدعى حميد وكان قصيرا فمن أجل التفرقة بينهما أطلق عليه هذا الوصف عن أنس ويروي كثيرا عن أنس رضي الله عنه الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن بن عوف والظاهر أنه من مسند أنس ولكن ثبت في بعض الروايات قوله عن أنس عن عبد الرحمن فهو من مسند عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف هو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن الرعيل الأول من السابقين الأولين رضي الله عنه قال أنه جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يسعون للقائه ويستفيدون منه وكان هذا بعد الهجرة النبوية عندما هاجروا إلى المدينة وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وكان من نصيب عبد الرحمن بن عوف أن آخى بينه وبين سعيد بن الربيع وسعيد بن الربيع عرض على أخيه عبد الرحمن بن عوف يعني نصف ما يملك وإن شاء حتى الزوجة أيضا له زوجتان يستطيع أن يتنازل عن إحدهما فعندما تنقضي عدتها يتزوجها أخوه عبد الرحمن يعني هكذا فهموا المؤاخات أن يواسي بعضهم بعضا وأن لا يتركوا هؤلاء المهاجرين الذين اتركوا كل شيء من أجل الله يعني للضيعة بل واسوهم ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأنصار في كتابه الكريم ولكن عبد الرحمن بن عوف أيضا كان كريما وجوادا فلم يرضى أن يقبل ما عرضه أخوه سعد بن الربيع وقال دلني على السوق وشمر على ذراع السيء على سواعده وتوكل على الله سبحانه وتعالى ورزقه الله تعالى رزقا واسعا في هذه التجارة وهكذا ينبغي للشبابنا اليوم أنه يقول هذه العبارة دلني على السوق يعني لم يكن اتكاليا ولم يكن يعني طامعا في أموال الناس وحتى أنه كان يعلم أن أخاه هذا كان رضيا بما يقدمه ولكنه لم يقبل ذلك ورضي أن يكون فاعلا للخير وأن يكون عضوا إيجابيا في المجتمع وخرج إلى السوق ورزقه الله سبحانه وتعالى وما لم تمضي إلا مدة يصير وتزوج رضي الله عنه وبنى أسره فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابه أثر الصفرة والصفرة إما أن تكون في ثوبه أو في شعره وهذا يدل على أنه يعني يجوز للعريس لأجل التزين أن يفعل مثل هذه الأصباخ وأن يصبغ باللون الأصفر ونحوه إما في الثياب أو في الشعر فسأله رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه العلامة وهذه العلامة يعني لا تكون إلا لشخص يعني كان في مناسبة صارة وهذا نستفيد منه أن الإنسان ينبغي عليه أن يسأل من يكون من رفقاه أو أصحابه إذا رأى عليه علامة من العلامات التي فيها النعمة وآثر النعمة أن يسأله عن ذلك من باب أن يواسيه وأن يشاركه في فرحته فقال أخبره أنه تزوج يعني فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج وكان قد تزوج مرأة من الأنصار تدعى بنت أنيس من بني عبد الأشهل من الأوس وهي قبيلة من الأنصار كما هو معلوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت له أو كم سقت إليها وهذا التعبير يعني يفيد ماذا يعني إكرام المرأة أن المرأة يساق لها الخير المقصود به الصداق وفي رواية كم أصدقتها وهذا يدل على أن الصداق شرط في عقد الزواج ولذلك سأل النبي عليه الصلاة عنه وكذلك هو دليل لمن ذهب إلى تحديده وأنه لا يجوز أن ينزل عن مقدار معين وهم المالكية لذلك النبي عليه الصلاة عنه سألها كم سقت لها لي حتى يتأكد هل كان هذا المهر صحيحا وهل كان كافيا لم ينزل عن المقدار الشرعي المطلوب فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه زينة نوات من ذهب يعني كانت أصدقها أصدقها زينة يعني وزن نوات قيله على حقيقته النوات اللي هي العظمة على التمر يعني مقدارها من الذهب وقيل هي خمسة دراهم وهو كان معروفا عندهم زينة النوات من الذهب تعدل خمسة دراهم من الفضة وهذا لا ينزل على القيمة أو المقدار والحد الأدنى في الصداق وهو ربع دينار الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وأصحابه إلى أن أقل الصداق ربع دينار وهو أقل ما يقطع فيه حد السارق كما قال الناظم وربع دينار أقل مصدقي وليس للأكثر حد مرتقي يعني فلا حد لأكثره ولكن أقله ولكن أقله محدد بربع دينار من الذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أولم ولو بشاه والأمر هنا كما قال العلماء إما للوجوب وهذا الذي ذهب إليه بعض الأئمة واستعاد ذلك بحديث أخرى تدل على أن من لم يلبي الدعوة فقد عصى الله ورسوله وعلى وجوب تلبية الدعوة ولكن كما قال الإمام المازيري رحمه الله وليس فيه حجة لأن الوجوب في الاستجابة للدعوة وليس في الوليمة فالوليمة تكون سنة ولكن الإجابة لها والاستجابة لها واجبا مثل تحية تحية إلقاء السلام سنة ولكن الرد واجب ولكن بشرط هذه الاستجابة للدعوة أن لا يكون فيها حرج على الإنسان وكذلك أن يكون هذا الشخص معينا يعني كأن يقول أدعو لفلان وفلان أو يدعوه باسمه الخاص أو يدجه له بطاقة فيها اسمه الخاص به فهنا يتعين على المدعوي الإجابة لأن تدخل في إعطاء حق المسلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ومن حقه كما في الحديث الصحيح حق المسلم على المسلم ست وذكر منها أن تجيب دعوته إذا دعاك إذا دعاك لعمل إذا دعاك لوليمة فلابد أن تستجيبه لأن هذا مما يطمئن قلبه ويشرح صدره ويؤلف بين المسلمين لكن كما قلنا أيضا بشرط أن لا يكون هناك منكر في هذه الوليمة وأن لا يكون فيه استخفاف بهذا الإنسان خاصة إذا كان صاحب قدر وكان من يدعم معه ربما يعني ناس لا خلاق لهم يعني ينبغي أن لا يشارك هؤلاء وأن لا يكون معهم في ذلك المجلس لأنه منقص من قدره فهنا لا بأس أن يتخلف عن الدعوة وإجابة الدعوة كما قال العلماء سنة أو واجبة ولو كان صائما لا يأكل لأنه إذا كان مفطرا فيحضر ويطعم من الوليمة ولكن إذا كان صائما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي يعني إذا دعي وهو صائم فليصلي ما معنى فليصلي قال العلماء المقصود به الصلاة لغة وهي الدعاء أن يدعو لصاحب الوليمة وليس يعني واجبا عليه أن يفطر يعني لأنه شرع فيه ولو كان تطوعا لأنه قد شرع فيه والنفل كما هو معلوم في مذهب مالك يجب بالشروع فيه ثم أيضا من أحكام الوليمة أن الإنسان إذا دعي وكان غير قادر أو كانت المسافة بعيدة جدا لا يتأتى له ذلك أو ربما كان في خروجه إلى الوليمة وذهابه إلى الوليمة واستجابته الدعوة يعني تضيعا لبعض الواجبات كصلاة الجمعة مثلا أو أنه مشغول بأعمال فهنا لا بس أن يتخلف ومن أحكام الوليمة كذلك أن الشخص إذا لم يكن مدعوا فينبغي عليه أن لا يكون متطفلا على الناس ولا يجوز له أن يذهب إلى الوليمة إذا لم يدعى لذلك أما إذا كان الشخص هو الذي اصطحب هذا الشخص الذي لم يدعى فإنه لا بد أن يستأنس من صاحب الوليمة وأن يطلب الإذن منه فيقول هذا حضر معي فهل تأذن له أو إذا كان الشخص هذا من عادته أن لا يكون منفردا كأن يكون ذا منزلة ويتبعه غالبا بعض الذين يخدمونه مثلا فهنا لا بأس أن يحضروا معه لأن هذا معروف وهذه الوليمة كما قلنا تكون قبل البناء وبعد البناء وعند العقد لا بأس في ذلك ومن لطائف اللغة العربية أنهم يطلقون على الوليمة هي الطعام الذي يكون في العرس وأما الوكرة فالطعام الذي يكون للنفساء وأما الأعذار فالطعام الذي يكون في الختان وأما النقيعة فالطعام الذي يقدم للمسافر كما قال الأعرابي كل الطعام يشتهر ربيعة الوكرة والأعذار والنقيعة وهذا من تمام حلقة اليوم نكتفي بهذا المقدار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتابعون أحسنه وإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا